تعيش الكثير من الأسر النازحة حالة رحال مستمر هربا من جحيم الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي إلى جحيم آخر أكثر قساوة نحن نازحين من جميع المحافظات في هذه المنطقة محافظات الحديدة وإب وحاقر والضالع نزحنا سبب قراء الحرب الذي حصل في المناطق ووصلنا إلى هذه المنطقة منطقة شهدها قعطبة محافظة الضالع هنا في أطراف مدينة قعطبة بمحافظة الضالع شجيدت الخيام لهؤلاء الذين شررتهم الميليشيا وأجبرتهم على ترك مناطقهم ومساكنهم بعد إن عجزوا عن الاستمرار في العيش وسط مناطق المواجهات العسكرية شردنا بيوتنا واتبهدنا فعلا ما يدرسوش والنظمة لما تجد قبلنا حاجة يعني سهلة ما فيش كان ما يكون الإنسان معزز مكرم بيوته أنا أزحين من الدلائمين وقبع وحالة إحنا حالة مشتتين يعلم بحالة إلا الحمار راح من وضحاجة أسم سهده ولا معانا أي مسألة ولا معانا الحمامات ولا معانا خيام ولا معانا مبهزلين للمهام بهزلة يشكو هؤلاء النازحون من خياب دور السلطة المحلية ودور المنظمات الإنسانية تجاههم حيث تتفاقم مؤاناتهم في ظل افتقارهم لأبسط مقومات العيش يطلب من المنظمات أن تدعم إحنا المام مقطوع علينا وبدلات الشتاء حق البرد مش موجودات وما يتنجوع ما يشمعانا دقيق ولا سكر ولا راشان يقضي الكثير من النازحين مع أطفالهم حياة شاقة بحثا عن النجاة بهياتهم على أمل العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها محمد مريسي قناة بلقيس محافظة الضالع ترجمة نانسي قنقر